أنها كغيرها من كثير من الشؤون الحاصلة بنا نتيجة لخللنا في صدقنا مع الله وقيامنا بأمره ووحدة قلوبنا واجتماعها فكانت قضية ذات قضايا ويلعب نحوها سياسة العالم كلها الآن يلعبون نحوها لاعباً مزرياً مضحكاً وذلك النتيجة من بداية الأمر من بداية الأمر حلوا صورة الخلافة الإسلامية بما عملوا في تركيا أدخلوا المتبرجات إلى فلسطين وأدخلوا أموالهم وشروا أراضي المسلمين ونشروا الخمر حتى يتمكنوا من دخول فلسطين ومن الاحتلالها فما قدروا عليها إلا بعد أن نشروا الفساد بعد أن نشروا الزناء ونشروا الخمر وبرجوا نساءهم ليفتن المسلمين وسط تلك البلاد ونفذوا خططهم هذه ونتيجة لها يبتل الله المؤمنين والمسلمين بما ضيعوا بما قصروا والعجيب أنهم إلى اليوم من أجل أن يتمادى مدة احتلالهم وعدوانهم ينشرون بين أبناء المسلمين في فلسطين المخدرات ويسيرون وصولها إليهم بأرخص الأثمان ويبيعونها عليهم برخيص كأنها مجانة حتى يتعلق بها الشباب ويدخلون فيها ثم يطلبونها ولو بأغلى الأثمان إذا قد تمادوا فيها فهم يعلمون أن حقيقة قوتهم مخالفة المسلمين لربهم هذه حقيقة القوة لهم سياسات واتصالات من أمريكا إلى روسيا إلى الشرق إلى الغرب ولكن حقيقة قوتهم مخالفة المسلمين لربهم ومهما كانت تلك السياسات لهم والترتيبات فإن طاعة المؤمنين لربهم وإقامة أمرا لا فيهم يزلزل سياساتهم من أولها إلى آخرة ولا تبقى لها باقية وهكذا فنحتاج